كل هذه التصريحات هدفها الأساسي أنهم يدلسوا على العرب والفلسطينيين لأن بريطانيا العظمة هي التي زرعت إسرائيل وتعهدتها وبالتالي قالت عن نفسها أنها تتابع التمثيلية دي ويعمل كاميرون جولة في المنطقة ويقول ثلاث تصريحات التصريح الأول أنه هو عايز يوقف الحرب وقف الحرب الشامل مطلب المقاومة لا يستحيل أن كاميرون يتجاوب مع المقاومة بهذا الشكل معناها عزيمة إسرائيل سياسيا على الأقل نمرة اثنين أنه عايز يقيم دولة فلسطينية والمشروع الصهيوني قائم أصلا على استخلاص فلسطين لليهود يعني فلسطين طب خالصة اليهود وبالتالي لن يوافق أحد في إسرائيل وأوله من تانياه نمرة ثلاثة أنه عايز يدخل مساعدات إدخال المساعدات مستحيل بدون وقف اطلاق النار ولذلك وقف اطلاق النار عدم وقف اطلاق النار وعدم إدخال المساعدات خطة إسرائيلية مبيتة للقضاء على الفلسطينيين لأنه قديما يعني من يومين كده اتهمت إسرائيل مصر بأنها المنع المساعدات للمعبور في معبر رفع ومصر ردت عليها بحدة وبعدين جيه نتانياه وبعد كده هدد بأنه حينقل قوات إلى معبر فلادلفيا مامار فلادلفيا نعم علشان يحتلوا ويؤمن عدم دخول أسلحة يعني معنى كده الشك في الجنب المصري فالرئيس سيسي راهن كل العلاقات مع إسرائيل بهذا التصريح سنتي إلى هذه الجزئية ولكن داني أيضا في تصريحات مستشار الأمن القومي في واشطن والذي يعطي الأولوية من خلال تحركاته لإطلاق الأسرى المحتجزين في حماس ولا يعير أي اهتمام بالدرجة الأولى لوقف إطلاق النار وإنما لضربات نوعية لإدخال المساعدات الإنسانية لاحقا هكذا سياسة وهكذا استراتيجية ما الذي يفهم منها؟ الوهلات المتحدة بهذا الموقف المساند لإسرائيل والمشارك له في الواقع فقدت الأخلاقية بتاعتها تاعة كدولة عظمة ولذلك المطلب بتاعه مطلب غير واقعي إنه هو عايز يستجيب لطلب إسرائيل فقط بإطلاق صراح الأسرى اليهود لدى حماس دون مقابل فلسطيني بينما إسرائيل تعمل اقتحامات يومية في الضفة الغربية وتعتقل من تشاء لدرجة أن نادي الأسرة الأسير الفلسطيني قدر عدد المعتقلين لدى إسرائيل بحوالي عشر تلاف واحد معنى ذلك إن المقاومة قالت كلمة في الأول تبيض السجون هنا وهنا يعني معناها التبادل الأسرة إنما حكاية تطلق حماس أسرة اليهود فقط معناها القضاء على حماس الأول وبعدين بعد كده حماس لن تكون موجودة وبالتالي الأسرة نفسيهم هيكونوا طليقين هذا وهم كبير جدا وعدم مراعاة كمان لسير العمليات العسكرية اللي المقاومة تكبد إسرائيل خسار فادح يعني يوم 7 أكتوبر كان بداية وبعدين مبارح كان يعتبر الاثنين الأسود الاثنين الأسود في تاريخ إسرائيل إنها خسرت عدد كبير جدا من الزباط والقتل الإسرائيليين فالولايات المتحدة غير وقعية وغير أخلاقية وأحسن لها إنها تبقى وقعية وتقدم شيئا ملموسا ومعقولا للموضوع يعني مثلا من ضمن عدم معقولية بتاعت الولايات المتحدة تقول إحنا عايزين الأضرار بين المدنيين تبقى أقل مستوى طب إزاي الطيارة بتقصف المبنى نفسه وإزاي تقل عدد المدنيين يعني معنى كده إن الولايات المتحدة تريد أن تضحك على المنطقة بتصريحات بلهاء في الواقع يوم أمس كان اجتماع لمجلس الأمن بمستوى وزرائي الخارجية وكان هناك انتقاد مباشر من قبل موسكو وجهة لواشنطن برأيك موسكو بكين ما الذي يمكن أن يقدمانه معا للتخفيف عن هذا الوطأ التي يتعرض لها القطاع بوقف فوري لإطلاقه للولايات المتحدة اليوم عملت عمل فجوري آخر إنها طلبت من الصين المساعدة في تأمين البحر الأحمر يعني تسفزها ضد الحسيين عايزة تشارك في التحالف البحري أنا أعتقد إن روسيا والصين لازم يدركوا إن إسرائيل دي قاعدة متقدمة الغرب وإن دي فرصة لمساعدة الجانب الفلسطيني ليس حبا في الفلسطينيين وإنما نكاية في الولايات المتحدة إذا فتت هما هذه الفرصة فلن تأتي مطلقا يكفي أن إسرائيل أعلنت صراحة إنها مع أوكرانيا ضد روسيا وإنها الجيش الإسرائيلي بحارب مع الجيش الأوكراني ضد روسيا يعني بوتين منتظر إيه يعني أبسط حاجة أنه هو يدي أسلحة لحماس متطورة لإسخط الطيرات الصين لديها قدرات بحرية فائقة تستطيع أن تضغط على الولايات المتحدة وتستطيع أن تضغط على الإسرائيل فإذا كانت البيئة العربية مش مساندة المقاومة بشكل مباشر خوفا من الولايات المتحدة نعم وخوفا من إسرائيل فإن الصين وروسيا تستطيعان تعويض هذا النقص في المنطقة العربية اشتركوا في القناة